ومعنا من لندن دكتور علي نوري زادا مدير مركز الدراسات العربية والإيرانية أهلا بك معنا دكتور علي ودعني أبدأ معك بالحظوظ لنجاح دعوة واشنطن في عضاء مجلس الأمن لفرض عقوبات أممية على إيران هل يمكن أن تنجح أمريكا؟ تهياتي إليك سيدتي أهلا مع المشاهدين العربية العزة في الوقت الهاضر يبدو أن الدول الأوروبية لا تزال عندهم بعض الأمل بإقناع القيادة الإيرانية بإبداء بعض المرونة وتخلي عن بعض شروطهم خاصة فيما يتعلق بإنتاج السواريخ الباليستية والتدخل في شؤون الدول العربية وليس هذا يقتصر على الدول العربية لدى إيران 74 مركز ثقافي في دول الإفريقية والآسوية والعربية وهذا المراكز ليست إلا أوكارا للتجسس ونشر الفتن والإخلال بعمل مؤزم هذا البلدان ومن نيجرية إلى بحرين ومن دول أخرى من يمن من إراغ من سوريا من لبنان فهكذا الإدارة الإمريكية لا تريد توسع الإيراني بهذا الشكل وأول شيء يعني أهم شيء بالنسبة لإدارة السيد دونالد ترامب هو من إيران من التسلل من إيران من التدخل وأيضا فرض قيودا على برامج إيران الصاروخية وأعتقد أن كوريا الشمالية لما دخلت في التفاوز مع إمریکا أثارت غلقا شديدا لدى الغياد الإيرانية بسبب أن كوريا الشمالية كانت المستر الرئيسي لتكنولوجيا إنتاج الصواريخ وأيضا لبرامج إيران النووية فالنظام الإيران يعرف ذلك جيدا فلذلك أرسلوا وفودا إلى كوريا الشمالية و مع أروز مغرية جدا من عجل اغناء كوريا الشمالية بعدم الكشف ان ذلك النظام يعرف شهر أغسطس ومن ثم شهر نوفمبر سيكون منأتفا في غزية الأغوبات على إيران الآن فعلا الإدارة الأمريكية دعت بعض الدول مثل الهند والسين واليابان وكوريا الجنوبية لتوقف عن شراء نفط الإيران نحن عن أي نوع من التحدث من العقوباتهم فيما يتعلقين ما كنت أريد أن أذيف إلى ذلك بأن مجلس العمل سيندرس إلى تلب الأمريكي أعتقد بأن هناك بعض الدول وفي مقدمتها الروسيا والسين فهذا الدول لن تسمح بمصادقة مجلس الأمن على تلب الأمريكي ولكن بتبيعة الغرب طيب لنفترض أنه تم التعاطي بشكل إيجابي وبأدلة أكثر من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على دور إيران وعلى أنها تخرق أي اتفاقات تحصل مع العالم عن أي عقوبات نتحدث هنا ما شكل هذه العقوبات في حال اتفق أعضاء مجلس الأمن على فرضها أو إذا لم يتفقوا إذا ما قررت بعض الدول أن تلحق بالركب الأمريكي في فرض عقوبات على طهران أي نوع من العقوبات هناك 11 أقوبة الولايات المتحدة الأمريكية درستها وبحسب أهمية هذه الأقوبات والأقوبة الأكثر سرامة هي مسألة أدم بنفت الإيراني ولكن هناك أقوبات أخرى مثلا أقوبات مرتبطة بتعمين البزائع المستوردة والمصدرة من إيران وإلى إيران ومن إيران وأيضا هناك موضوع البنوك يعني مرة أخرى مسألة سويف كوت من البنوك الأمريكية لإصدار سويف كوت أو لمبادلة العملات لهصاب إيران فرغم أن هناك بعض الدول مثل قطر تصائد إيران هاليا في هذا الأمور ولكن في نهاية المثاف قطر وأي دولة أخرى مجبورة ومرغمة على قبول ما قرره المجتمع الدولي وفي تسريبات بتقول أنه في ضغط على قطر كمان بهذا الاتجاه بأن تقف باتجاه الدول التي لا تريد لإيران المزيد من التوسع طب الآن خلينا نفترض أن ما يحصل هو مجرد تصعيد كلامي فقط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفي تهديد لإيران هل هذا سيجعل طهران تعيد النظر في سلوكها الإقليمي أو أن تفكر فيه مرة أخرى بأنه قد يجر عليها ويلات أكبر سيدتي سؤال جيد كالآداء في إيران هناك أعلان ليس فقط الإصلاحيين والأصوليين لا هناك إدة مجموعات في إيران تفكر في اتخاذ خطوة و سبيل لمن انهيار النظام و لمن شن الولايات المتحدة لإمریکية وربما إسرائيل حرباً على إيران المجموع الأولى متمثلة بالرئيس روحاني ومجموعتي روحاني يعتقد بأنه لا يزال مجالاً للتفاهم لا يزال مجالاً لإبعاد الخطر عن النظام وعن إيران خاصة بعدما يجري في إيران واليوم بازار وليس مجموعة طلابية بازار قائدة الملالي الأولى بازار هو الذي مول الملالي تيلت مئات السنين فهكذا روحاني يريد التفاوز روحاني أرسل نداء إلى الرئيس مكرون فطالب بفتح المجال لمباهصات دقيقة و تفصيلية مجموعة أخرى يا مجموعة المرشد المرشد خائف وغلق جداً من مسير المغرر له هو يعرف أنه خسر البلد خسر الشارع والشعب ولم يعد أمامه سوى توسل إلى قام وإلى سلطته القضائية وعم سمعنا مغاله وجداً كلام مذيء ومسيء لآذان الإيرانيين فهذا المجموعة تعتقد بأن الروحاني قد وصل إلى نهاية هم يعتبرون أن الروحاني مع اتفاقية نوابية قد وعد الشاب بتحسن ظروف الميشة بتحسن الوزع الاقتصادي ولكن فشل فلذلك يأتي الوقت الذي يجب أن نقول جود باي مستر روحاني هذا مجموعة موجودة ولكن بسبب أنه ليس لديهم بديل فيتحملون الروحاني لفترة أخرى والمجموعة الثالثة هي مجموعة الحرس حرس يعتقد بأنه قد هان الوقت ليتولى السلطة مباشرة وهناك أدت مرشهين قاسم سليماني ألي شامي خاني مغسين ريزا لا يريد أن يبقى يدير الدولة أو البلد من الخلف لكن باختصار شديد وبشكل سريع لو سمحت لي دكتور الشارع الإيراني غير مرتاح الشارع الإيراني يقوم بمظاهرات بين الفينته الأخرى وهنا وهناك بسبب الوضع الاقتصادي أي نوع من العقوبات الجديدة التي تفرض على البلد كيف ستنعكس على الداخل الإيراني؟ الأملة الوطنية على وشك انهيار كامل يعني خسرت قيمتها 60% خلال بزعة أسابيع الشارع مستع والشارع الآن انظروا إلى الشعارات لا يتحدثون عن سوء المئيشة وغير الله يتحدثون الموت لعصر ولاية الفقه خامنه اخجل اترك سوريا فكر في حالنا فشعارات أسبحت الآن شعارات موجهة لعصر النظام فإذا كانت هناك أقوبات أكثر سرامة وبتبئة الهال الرد الإيراني سيكون أكثر غصفة رد الشارع الإيراني اليوم بازار وقدن الجامعات ويجب أن ننتظر توسل رقعة المظاهرات قريبا جدا وفي كل الظروف كانت النظام الإيراني يقوم بقمع أي التظاهرات ضده وكذلك الحال بالنسبة للمظاهرات التي تجري بين الحين والآخر لكن لابد أن يكون هناك نهاية لهذا الأمر دكتور علي نوري زادة مدير مركز دراسات العربية الإيرانية ضيفنا من نظر شكرا جزيلا لك على المشاركة معنا شكرا جزيلا لك